قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إن قطاع النقل العام يعد من أبرز القطاعات الحيوية والاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير في تقدم أي دولة مشيرا إلى أن الأردن ما زال يواجه تحديات بتدني مستوى خدمات النقل العام وضعف التمويل والاستثمار فيها وأكد الفايز في ندوة وطنية نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل على أهمية إجراء مراجعة شاملة لمختلف السياسات المتعلقة بالنقل العام إجراء مراجعة شاملة لمختلف السياسات المتعلقة بالنقل العام بهدف إيجاد منظومة نقل عام فعال توفر خدمات نقل نوعية وآمنة أبرز ما قدمه المشاركون في ندوة اقتصادات النقل والسلامة المرورية التي رعاها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ويمتلك الأردن فرصا حقيقية للاستثمار فيه خاصة في مجال إنشاء شبكات السكك الحديدية والنقل السياحي والنقل العام عموما لكن للأسف ما زال الأردن يواجه تحديات كبيرة في هذا القطاع وكان الرد الحكومي على لسان وزير النقل أنمار الخصونة الذي علق على توصيات خبراء النقل التي عرضوها في الندوة بأن الحكومة تسعى لإيجاد استراتيجية نقل جديدة من خلال مشاريع وأنظمة تطور هذا القطاع من أبرزها مشروع الباص السريع بين عمان والزرقاء والسلامة المرورية وتطوير منظومة النقل داخل عمان وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني ودعم طلاب الجامعات في خدمات المواصلات تم التحدث عن كافة المعيقات والمشاكل والتحديات في هذا القطاع تم الحديث ما هو يعمل به حاليا من وزارة النقل سواء من مجموعة من الدراسات واللي إن شاء الله سترى النور قريبا ويعد قطاع النقل من أهم الملفات التي وضعتها الحكومة في خطة عمل أولوياتها للأعوام القادمة في تحسين البيئة المناسبة لهذا القطاع قطاع النقل يعد من أبرز القطاعات الحيوية والاقتصادية في أي دولة إلا أن الأردن يعاني من جملة من التحديات في هذا القطاع من تدني مستوى النقل العام وضعف الاستثمار فيه رغم أهميته للمواطن الحديث في موضوع النقل يفتح الكثير من أوجه القصور في تطوير هذا القطاع فمجمع رغدان في عمان مثال على تخبط واقع هذا القطاع وقلة التنظيم الذي ينتظر تحسين بيئته وإن تذبذب مستواها من محافظة لأخرى لا سيما كون المجمعات راكزة أولية للنقل العام من سكان السكان الصالحية المواصلات هناك مش موجودة يعني أنه عبداني يعني فيش لا سرفيس ولا هذا والباط إذا أجه كل سعتين لما يعدي مرة قطاع لدينا كثير سيء بحاجة لمواصلات أسرع محاولة تطوير القطاع ومدى كفاءته يبقى رهينا رضا متلقي الخدمة وإقباله على استخدام وسائل النقل العام في تنقلاته اليومية محمد الفايز المملكة والحديث أكثر ينضم إلينا سيد مالك حدد رئيس الاتحاد العربي للنقل وعضو جماعة حوارات عمان أهلا بك معنا ضيفا في أخبار المملكة بداية لنتحدث عن مجمعات البساط هذه المجمعات كما تعلم والجميع يعلم أنها تعاني من ضعف في البنية التحتية وفي قلة الخدمات وسوء في التنظيم متى من المفترض أن نصل إلى نظام نقل طبعا يرتقي لما يطمح إليه المواطن بداية أشكرك سيدتي على هذه الاستضافة الواقع أن قطاع النقل العام في الأردن يعاني منذ زمن كبير نتيجة استحام الهجرات التي تتالت على الأردن فمنذ عام 1990 لغاية الآن استقبلنا ثلاث هجرات كبيرة أثرت على البنية التحتية لقطاع النقل العام الأمر الذي زاد من عبئ حل مشاكل هذا القطع بالنسبة للمجمعات هناك يمكن مشاكل رئيسية في موضوع المجمعات طبعا كل مدينة لها مجمع كبير يحتوي على وسائل النقل لكن هناك ضعف الرقابة على وسائل النقل من قبل التكسي الخاص بأجر الذي يعاني منه معظم مشغلي القطاع النقل العام وهو قطاع خاص بمجمله فبالتالي ضعف الرقابة على المجمعات ضعف الاستفحال هذه المشكلة في التكسي الخاص بأجر يعني تكسي بيكون خصوصي بيحمل ركاب تحت نظر المشرفين على المجمعات هناك عدة مشاكل في موضوع النقل الآن في الندوة اليوم معالي وزير النقل صرح أن هناك حلول إن شاء الله خلال ثلاث سنوات القادمة أن نرتقي بموضوع النقل العام بمستوى يليق ببلدنا إن شاء الله يعني ما طبيعة هذه الحلول يعني هناك في نوع من الرقابة على المجمعات نوع من تحديث وسائط النقل العمر التشغيلي طبعا هناك تجربة للحكومة الآن في منطقة جرش محافظة جرش في عملية الدفع الإلكتروني وعملية تنظيم الدور الأصل في النقل هو وضع هدف الهدف هو جاذبية النقل للمواطن هو هذا هدف وزارة النقل وهدفنا جميعا كقطع خاص أيضا في هذا الموضوع الآن تجربة مدينة جرش إن شاء الله ستكون في عام 2019 تكون ناجحة هناك تجربة ناجحة أيضا في مدينة العقبة تحت إشراف سلطة العقبة الاقتصادية لكن لابد من أن تعمم هذه التجارب خاصة على المدن الكبرى مثل عمان والزرقى وأربت إذا تحدثنا بشكل معمق أكثر يعني المواطن الأردني بات غير راضي عن سرعة الإنجاز في بعض المشاريع ومنها مشروع الباص السريع لماذا لا يتم العمل على مشاريع متعددة في نفس الوقت وبشكل متوازي مثل يعني لنكن طموحين قليلا مثل سكة حديد وباص المترو وغيرها يعني سيدتي هو دائما الحجة في هذه المواضيع مواضيع النقل تكلف كثيرا عدم وجود التمويل اللازم لكن كبلد لدينا احنا تجربة كمطار الملكة علياء الدولي في موضوع البيوتي فلابد من طرح الاستثمار على الدول وخاصة احنا مقبلين الآن على مؤتمر لندن لابد من طرح عدة مشاريع استثمارية تختص في موضوع النقل مثل موضوع سكت الحديد وخاصة في موضوع نقل البضائع أيضا يعني احنا تكلفتنا على الطريق الصحراوي من إصلاح ومن تجهيزات للطريق الصحراوي تكفي لعمل مشروع سكت حديد لنقل البضائع إذن لماذا لا يتم التفكير بهكذا مشاريع؟ يعني يمكن لابد من اتخاذ القرار يعني اتخاذ القرار هو المشكلة في هذا الموضوع دراسات متوفرة هناك عدة مشاريع يعني كمان ربط النقل في البيئة يعني لدينا اتفاقيات بيئية مع عدة منظمات دولية بأكثر من 180 مليون دولار غير مستفاد منها حاليا يعني أن العالم عم بتقدم في موضوع النقل بشكل كبير ومتطور أن الثلاث سنوات القادمة لا بد من إيجاد الحافلات الكهربائية حافلات الكهربائية تخفض نسبة الكربون في الجو وبالتالي بعطونا فلوس مقابل هذا الكلام وبالتالي لا بد من الاستفادة من هذه المشاريع لا بد من اغتنام الفرص في موضوع مؤتمر لندن في موضوع المؤتمرات الدولية الأخرى التي تحاول أن تساعد بلدنا في هذا الموضوع هنا يجذر الحديث قليلا عن الشوارع يعني الشوارع هي البناء أساسية في قطاع النقل وكما تعلم يعني والجميع يشاهد يعني لا نلمس أي توسع في الشوارع بشكل يراعي مثلا طبيعة المنطقة أو الازدحامات المرورية ومنها العاصمة عمان يعني هي أكبر مثال لا نجد تطور ملموس يعني في هذا القطاع منذ سنين لماذا لا يتم العمل على توسعة الشوارع بشكل أفضل يا سيدتي هو يمكن البنية التحتية لشوارع مدنة كبيرة كانت مخصصة لأقل عدد من السركان صراحة يعني عمان البنية التحتية لا تحتمل أكثر من 2 مليون مواطن التالي العماني الآن أكثر من 4 مليون مواطن البنية التحتية لا تحتمل عدد الكبير من السكان طبعا عدد كبير من السكان جاء كما أسلفت نتيجة الهجرات السابقة التي مرت على بلدنا وبلدنا معروف كمضياف يعني لا يمكن أن نقول لأحد لا نريدك لكن لا بد من إيجاد حلول أخرى في مقابل هذا الازدحامات المرورية وتنظيم الشوارع والمشاء أيضا عملية ممكن اليوم طرحت هذا من إحدى التوصيات أن يكون هناك نوع من تجميع الدوائر الحكومية ضمن منطقة واعدة حتى يمكن لنا التخفيف من الازدحامات المرورية هذا كنوع من الخطط الواجب أن أعمل عليها نعم 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 نتمنى على الحكومة أن تأقض بهذه التوصيات التي انطلقت اليوم ضمن الندوة التي حصلت اليوم بدي أتشكرك الأستاذ مالك حداد رئيس اتحاد العربي للنقل وعضو جماعة حوارات عمان شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم